شخص صالح يعني من وقع في هذا العمل عمل الرياء لكن يدافع هذا الرياء ويجاهد نفسه والشيطان ماذا نقول في عمله شخص صالح عمله صالح لكنه ينقصه ما دخله من الرياء ينقصه ينقصه وأما رياء المنافقين فهو يبطل العمل بكلها لكن الرياء الذي يحصل على المسلم هذا ينقص عمله ولا يبطله وهو الشرك الأصغر نعم